موسيقى لما راحوا ومشوا الشركة وخدوا القناة كان الأستاذ مازن الصديق كسب العمليق موسيقى 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 تقريبا وكانت مراته هي المسؤولة عن شركة بيسك يعني رئيس القناة ومراته عن الخصم أنت تخيل أن الرئيس القناة سنتين ونص ممكن يدردش مع مراته طبيعي مراته مش بنتعمه يعني مراته بيتكلم في الموضوع بتاع قضية النادي الاهلي قضية النادي الاهلي انت هتمشي ان شاء الله يعني هتمشي من النادي الاهلي وانت سايب 135 مليون جنيه على النادي الاهلي وملزمين وغير اذا كنت انت شايف ان انت طورت قناة النادي الاهلي لما رحت واقتحمت وخدت القناة طورتها بالأهداء اللي يعني مش عايزة برضه انا بدور على كلام كويس يعني اكيد اكيد مش مش مرضي اللي بنشوف قناة النادي الاهلي قبل ما اخش على الجزء الفني اللي خاص مبراد بكرة استاذ شكري بعيتلي بيقول 134 مليون تقريباً دي غرامة مصر 14 مليون غرامات شريف عبدالفضيل وجده 11 مليون كلبالي يعني تقريباً شراء كلبالي معين انا متوقع ان الفلوس اللي بي اكتر هترجع خصارة رمضان صبحي محمد فاروق محمد فاروق عامل موسم غير طبيعي احسن اللعابة في مصر دلوقتي 5 مليون تقريباً محمد فاروق 4 مليون محمد رز 3 مليون مصاريف اللايحة الاسترشادية و 3 مليون مصاريف المحامي اللي في قضية شركة مصر اتري على قناة النادي الاهلي واللي وراك ده ورق حقق ولا انا مش فاهم بكلمك بجد انما للصبر حدود وحرجع اقول تاني عمر ده فكرة والفكرة لا تموت بجد زي ما شفته في البداية قالك الاهلي يخسر مش مشكلة هالعموم انا حتكلم والشخصية الامام حضراتك ما حدش يقدر يشكك على أهلويتنا ولا دي كمان هنختلف فيها فكنت شاهد على الأحداث كلها وأحكيها لحضراتكم أدي واحد اتنين معلومات مفيش معلومات خالص رقم ثلاثة يا أخي يا أخي لسه إعلاميين مفروض تتور من فكر الناس يقجي يقولك مراته ومش عارف إيه عيب بقى انت عارفين مدام نهال البشري دي أول رئيسة القناة النادي الأهلي في 2007 في 2007 شخصية محترمة مهزبة في منتهى الأخلاق كان ليا وقع معاها أو في 2008 كان ليا وقع معاها كان أخذنا الدور العام أو الكاس وحصل ظروف والكاس كان معاي فكانوا عاوزين يطلعوا بيه في القناة الشياكة والاحترام وهي بتطلب الحق المفروض ده طبيعي جدا يروح له والست في منتهى الأدب والأخلاق تعالوا أرد على الكلام اللي انتوا سمعتوه لأن فيه جزئيتين مهمين عشان حضراتك تبقوا عارفين وتبقوا معنا في الصورة أول حاجة 2008 مدام نهان البشري كانت موجودة بعدها كان الأستاذ خالد توحيد وبعده الأستاذ مصطفى جمعة وبعده الأستاذ محمود البط تمام؟ دول الأربعة فين مازر مرزوق؟ معلومات سفر مش فاهم انت معاك ناس بيعني بتوديك فين على الأول لكن انت عشان نفس الفكرة أصل الرجل التاني الرجل التاني ما ينفعش بقى الرجل الأول أبدا أنا دايما بقول لكم كده السنيد سنيد اللي يعاني تقوله وتقول كذا ما يقدرش يحيد والله العظيم ده اللي بيحصل فأنا برد لحضراتكو عشان تبقوا معايا في الصورة تاريخ قناة النادي الأهل انت معترض اللي قالك حصل اقتحام طيب الرجل بتكلم على مدام نهال البشري وأستاذ مازر مرزوق اللي هم موجودين مع بعض ده ما كانش موجود خالص داخل قناة النادي الأهل ده واحد في 2014 وما كانش رئيس القناة بالمناسبة وكان رئيس شركة الأهلي وقعد وقت صغير جدا وقابلها مدام نهال البشري كتأول رئيس القناة النادي الأهلي من الارتي طيب دي نقطة بس عشان أوضح الصورة معلومات سفر خلاص خلينا متفقين على ده رقم اتنين قالك اقتحام ومش اقتحام نفس الفكرة اللي بيصدروها للجماهية الأهلي يا بيم عمره ما كان بلتجية الأهلي ناس من كلنا متربين بس بدور على حقوقي عايزين تسرم الأسرار السبب اللي حصل كده ليه مشوا العمال الغلابة هقول لكم بالزبط ويا جمهور الأهلي وأعضاء الجماعية العمومية اوعوا تصدقوا تلت حاجات هيبتدوا يروجوا عليها وأنا مسؤول عن كلامي هيكلمك عن لايحة استرشادية هيكلمك على فلوس مسك هيكلمك على الستمائة مليون والأهلي خسر الستمائة مليون وانتو فاهمين التفاصيل ليه أنا هكلمكو على نقاط مهمة جدا ليه الأهلي يتحرك ويعلم الله وانا دي اللي انا هقوله ده المفروض ما قالهوش لكن ما ينفعش أخب حاجة على الجمهور مدام بقى الورق بقى مكشوف للجميع وحنبتدي شغل الانتخابات حيودينا المنطقة مش كويسة والاحترام والصمت هو مش ضعف دي قيم ومبادئ لكن احنا بنتكلم برضو بأخلاقياتنا رقم واحد رقم واحد اللي الأهلي يتحرك عشان تلات نقطة أول نقطة فيه أكتر من 74 عامل اتصرب معلومة اللي هم حيمشوا فضلهم أسبوع ويمشوا تأكد بالفعل أدي أول 74 أو حاجة وستين واحد دول كان مرتباتهم بسيطة جدا مش عالية قوي والواحد منظر كان صعب جوه مدينة الانتاج الإعلامي ملهاش أي دخل غير قناة النادي الأهلي ظروفها صعبة جدا كل واحد ده كانوا عاملين جمعية وما بينهم وما بينهم بعض فطب نعمل إيه فريق العمل مش عارفين نعمل ده احنا خلاص علينا الدور بعدهم بعد ده شهر ابتدى يتروج لفكرة اللي القناة هتقفل من تاني الله هم عايزين إيه فعرفنا بعض المعلومات من حد كان معشوق جدا واسمحولي مش هقدر أقول الاسم قال للعمال البقيين كان حاجة وستين عامل أيضا راح قال لهم خلي بالكوا ده الشاشة هتتسود وآخر يوم هيبقى اليوم الفلاني كان فاضل 14 يوم قال له بس قوة هتقوله عشان المعلومة دي أنا سمعتها في الارت اللي هي شركة ميسك طبعا العمال حصل توتر عايزين يوصلوا للنادي المهم حد منهم عشان النادي مسؤول بنزمة 51 والشركة 49 ده اللي أنا عرفه فوصل للنادي الفكرة النادي قعد يدور على الموضوع اتضح اللي فعلا خطبه المدينة وخطبه مش عارف وزارة الاستثمار عشان يسودوا الشاشة النادي عرف في الوقت ده جماهير النادي الاهلي افتكروا يا جماهير الاهلي ما وقفتوا جنب البرنامج ده من سنة ونص ولا سنتين لما كانت قال مش عارف رئيس النادي عايز يقفل البرنامج وانتوا وقفتوا حق الصد فاكرين بس انا مش هرجع للكلام ده بس انا بحكي لكم من سنة بالزبط الكل كان ساير على القناة فاكرين على المستوى وكل برامج البس والناس مش عايزين يشتغل مش عايزين يطلعوا البرنامج هوا مش عايزين انا بقول احكي لكم الحقيقة وابتدى ييجي يقول لك مش عارف ايه طب هحكي وقعة يشهد ويعلم الله يعلم الله سبحانه وتعالى على اللي ده حصل بالفعل شركة لقيت الموضوع الجماهير بتنتشر اليوتيوب ابتدى البرنامج خلاص يدخل قلوب الناس كنا ممنوعين من لانت تعرض اغاني جماهير النادي الاهل ابتدينها نعرضها وتدخل قلوب الاهلوية والناس تحفظ معانا اكتر واكتر ففي شركة جاد جايبة آآ تلات اعلانات للبرنامج واتذكر هقول الاسماء استاذ محمد سبحي شريف علوبة وفتحتهم في الموضوع ده او كانوا شركتين اعلانات هياخدوا على مدار لكن هما كانوا واخدين القرار وانا معرفش فتقعد معايا قال لي بلاش خلاص مش حينفع يعني كان في اعلانات جاية فمن هنا النادي الاهل اتحرك ده خلاص القناة كان فضلوها اربع ايام وحيسودوها فبالتالي الحرب بقى تشتغل مش عارف ايه الشاشة تسودت فتحركت عشان احمي هما هما نفس الناس اللي بيهجموا الادارة عشان مستوى القناة اللي هما سابوا مسك وراحوا فتحوا مع بريزنتيش انا بجري عشان خلاص عمال اتقفى البيوتها ده واحد والله دي الحقيقة والله دي الحقيقة اتنين ناس مش عايزة تشتغل خلت كله مسجل مع ده برنامج لغوا برنامج ملك وكتابة وما سمعناش حد تتكلم وكنا زعلنين جدا وكنا بنتواصل مع المهندس عدل القائع ويشهد ويعلم الله اللي احنا كنا بنقول لازم ازاي وكنا زعلنين وكنا زعلنين واسمحولي للمهندس عدل القائع اللي انا اقول حاجة والنوايا الصدقة تبقى موجودة حتى المهندس عدل القائع رفع عليهم قضية عشان قفه له في ظروف غمضة دلوقتي مسكي ميها 134 ومسكي وبقت حلوة وفل الغرض مش كده الغرض النوايا اللي مستطقة الغرض اللي انت توقع ناس على حساب ناس هي دي الحقيقة والسني دي يطلع بقى يزيد في الزيتة وده اللي بيحصل وده الحقيقة لكن معلوماتك سفر زي اللي اللي عمد ميت عمله في الماتش معلوماتك سفرين على رأي منهول جزئية فما تطلعش والنها بتزيد مدى ما تعرفش حاجة شجع الاهلي من بعيد لان انت بتشجع اشخاص ومصالح فما تعنينيش وانا قلت عنك انت فكرة والفكرة لا تموت الجزئية التانية اللي هو تكلم فيها اه الاركام والخسائر وبتاع انا لازم النهار ده جال يوم اللي اقول فكرة تقالوله وقال له ايه الحق بيقوله احنا عايشين عليها ايه الحق بيقوله في قناة النادي الاهلي اللي المجلس ده عمل كل حاجة احنا قلناش كده قلنا كل الاجيال مكملة لبقى كابتن حسن تعب جدا واحد من الشخصات المحترمة بمجلسه بالكامل الفريق مرتجي تعب جدا الكابتن صلاح سليم تعب جدا كلهم الكابتن عام صلاح كل رؤساء النادي والكل كمل بعض وده اللي احنا بنقوله قالوله عايز اضرب ده بيقوله ده عالسوشيال ميت لما تجيب فيديو بالمناسبة بيروجه اللي فيه تسجيل تانية بيقول ما بنتهدتش عايز الكرشي يملع لحسابنا مش حدش هيعرف الاهلي عندنا اهم وهنا رسلتي لجماهير الاهلي الكلام ده كده بصوا جماعة اتقال في الكلام اللي حضرتكش بتقوله ده الجزء التاني من الفيديو انا ردت على جزئية القناة مش عاكبك القناة يستنى على جنب شوية القناة فيها ولادها وما حدش فيكو اشتغل رئيس قناة بلي كده عشان يجي ينظر كلكم بتاكلوا عيش بتروحوا بتعملوا برامج وتمشي من هنا تروحين 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 فمشتغلتوش رؤساء اندي تنظروا اللي انت تعمل برنامج للاطفال وبرنامج حياتي وبرنامج للطبخ ما عملتوش كده بلكده فكلكم اشتغلتوا متقيموا زي اي حد بيشتغل هي دي الحقيقة هي دي الحقيقة هي دي الحقيقة فمتقعدش تنظر كناة الاهلي ما بتفرجش عليها يا بيه انا بقولك بيتبعت لنا بناخد الدواء عليها وبنذكر عليها مش عشان خاطر البرنامج ده ولا غيره عشان الناس اي حاجة عليها لوجه الاهلي بتاعشق الاهلي مش عشان هنمشي وريح كل الدرب اللي بتعملوا ما بنستناش حد يمشينا لانا عندنا كرامة بنقعد في المكان بكرامتنا باسمنا بتاريخنا ولا بنجري عشان حد نستعطف ولا ما عندناش الكلام ده والحمد لله رب العالمين اشكر النادي الاهلي واشكر والدي اللي ارحمه شخصيتك قبل الانتفاع اوعد بيع كرامتك اما تروح مكان تروح وانت كبير فاحنا بنعمل ده الفيديو التاني الجزئية التانية في الكلام قال لك شريف عبد الفضيل ومشعر هي الفكرة اللي بيروجه فيها واللي انت هتشوفه بعد شوي ايه الحق شريف عبد الفضيل كان ليه فلوس كان ليه ومشعر ده مشي عليه ديون والاهلي عليه ديون مش عارف متين حاجة واربعين مليون يا بيروجه وانت وانت ببعت لك ورقة تكرره نفس بغانات بتكرر نفس الكلام طب ما انا ممكن اقول حاجة شاهد عليها بوتريكا الهالي ومحمد فضل ومحمد بركات الناس دي لما مشت من نادي الاهلي وانهت مشوارها مع النادي الاهلي كان لها فلوس فلوس اللي عابين بالعملين كانت تتعدى ل 92 مليون جنيه وكان مجلس الكابتن حسن حمدي هو قال كده وكان فيه صورتين ايوة كان فيه صورتين هيا دي الحقيقة وكانت البلد في ظروف صعبة وبنشكره على المجود اللي هو عمله ولما جيه الكابتن حسن في اخر مؤتمر ليه قال الجملة دي صدقوني بقى لان انا مذاكر كويس قال الله يكون فعون اللي حيجي من بعدي حيرث تركة سقيلة جاء المهندس محمود طه نجح اشتغل بسدد لبعض اللي عبت اكتر من 12 اللاعب الديون اللي هي كانت الظروف البلد صعبة هي دي الحقيقة اقول لي ده شكرا وقول لي ده شكرا لكن اتا ما طورتش يا عمو مين اللي قال قول لي ده شكرا وقول لي ده شكرا يقول لك ما ابنى ده الوزير هو اللي جاب فاحد الندوات اتقالي الكلام ده لكن ما جبتهاش عشان بتبص بعين واحدة بص بالعين قول لي ده شكرا اللي انت كملت اللي قابله بس سهل وبسيط لكن عايزينها حرب عايزينها سراع عايزينها قوة عايزينها البقاء للأقوى عايزينها مصالح عايزينها تقيد نار لكن الكابتن محمود الخطيب المحترم والمهندس عدل القيعي والمهندس محمود طار المحترم قابله بعض خلصوا الكلام كل بنبتدي من تاني يوم نسمع كلام غريب فحضرتك اما تيجي تتكلم يبقى عندك معلومات مدام مش عارف حاجة واللي زيك اصلا ما بيحسش بالغلابة اللي زيك يشتغل الرجل التاني يبقى عشرة على عشرة وبذكركم بعد شوية حتشوفوا كل المداخلات اللي بتدخل مضروبة ما فيش حد في العالم بيدخل مداخلات يبقى كله في اتجاه واحد بدليل لما بنفتح بما يرضي الله بتلاقي البعض بينتقدك لكن ما بيخرجش على النص ولما بتفتحه المداخلات الحقيقية بنسمع الفاظ لا طاليك بتدخل بيوتنا فمن هنا اسمعوا الحقيقة وعاهدنا الله سبحانه وتعالى اللي كلمة العدل والحق هي اللي هتمشي شفنا ناس في ثورات بتموت قدام عينينا عشان حرية تتكلم براحتك مش عشان تبقى تابع هي دي الحقيقة نروح نشوف الفيديو اللي بعد كده ونرجع لحضراتكم تتكلم براحتك تتكلم براحتك تتكلم براحتك تتكلم براحتك